خلينا نروح خبر سريع الاهلي يواجه الترسانة بربع نهائي كأس مر الكرة الطائرة بكرة ان شاء الله فريل اول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الاهلي بقيادة مديره الفني كابتن محمد مصلحي هيلعب بكرة مع نادي الترسانة في دور الثمانية من بطول الكأس مصر الموسم اللي احنا فيه الماتش هتلاعب بكرة الساعة ستة على صورة الامير عبدالله الفيصل باهلي الجزيرة وفي حالة فوزنا بلقاء الترسانة هنلعب الفائز من ماتش الاتحاد السكنداري وهليوبلس كمان هيكون النهائي وطبعا الاهلي كان صعد لربع النهائي بعد فوزه على نادي التيران بنتيجة تلاتة صفر كل التوفيق لكرة الطائرة رجال حقيقة عمرهم ما بيخزنونا ان شاء الله ان شاء الله الكأس اهلاوي في كرة الطائرة وعايز اقول لكم كمان انه بس برضو انا حب الخبر ييجي بقول تعليق والمعلومات اللي عندي كابتن محمد مسال حميدو اللعيبة مركزة جدا واللعيبة عرف اهميه كأس مصر مش معنى ان اخدت الدوري فهي ما يهمهاش كأس مصر خالص انا بطمنكم وبطمن الجمهور احنا في اتصال شبه يومي سواء انا او طبعا فريق العمل المحترم اللي بيشتغل معايا كلهم بيتواصلوا مع الفريق عشان يعرفوا اخباره ايه بطمنكم الفرقة الحمد لله تمام كابتن محمد مسال حميدو اللعبين احنا مش محتاجين نتكلم ونقول ده لانه هم من جواهم عارفين ده بس انا بطمنكم عشان جمهور النادي الاهلي بيهم وبيحب هذه الفرقة اشتركوا في القناة